عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الشهري برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الأستاذة فايقة سعيد الصالح وزيرة الصحة حيث استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني والذي شمل الوضع الحالي للمشروع وعرض نتائج التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف مشيرا إلى أن المجلس الأعلى سيقوم قريبا بتحويل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني إلى السلطة التشريعية مشيدا في هذا الإطار بالتفاهم الذي يبديه أعضاء مجلسي الشورى والنواب إزاء القانون كما نوها رئيس المجلس الأعلى للصحة بأهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يطور جودة الخدمات الصحية ويعزز باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم والذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية كما نوها بتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد بأهمية هذا البرنامج وحق المواطن بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة وميسرة للجميع إلى ذلك قال الأمين العام للمجلس العلى للصحة سيد إبراهيم النواخذة بأن المجلس ناقش عددا من الملفات الرئيسية حيث أقر إنشاء لجنة عامة للمختبرات الصحية والسلامة البيولوجية كما وجه رئيس المجلس إلى دراسة تشكيل لجنة تعنى بمرض السرطان في مملكة البحرين وأطلعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذب الجلامة أطلعت المجلس على تحديث قائمة الأدوية الأساسية الطريقة وكذلك مستجدات التحقيق في حالات الأخطاء الطبية كما استعرض المجلس آخر مستجدات مشروع الإسعاف الوطني المركزي موضحا أن المشروع يتم العمل فيه حسب الخطة الموضوعة وقرر المجلس رفع مرئيات وزارة الداخلية بهذا الشأن إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى وناقش المجلس تقرير لجنة التكامل بين المستشفيات بشأن مستجدات عمل لجنة التكامل ومن أهمها البروتوكالات الخاصة بنقل المرضى بين المستشفيات وأوصى بوضعها موضوع